موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار الاخيرة من قناتكم السعودية وهذه هي العنوان برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يوافق على دمج مؤسسة التقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستجهات حكومية ترفع نسبة توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة وتحديد الاول من يوليو موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية موسيقى رأى السخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المري جلسة مجلس الوزراء اليوم وفي مستهل الجلسة تطرق المجلس الى ما شرف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين وما توليه من الرعاية الدائمة والعناية التامة بقاصدهما من الحجاج والمعتمرين والزوار واقامة شعيرة الحج وفق على اجراءات الامان وتدابير السلامة لحمايتهم وليؤدوا مناسكهم في بيئة امنة وصحية ومنها ما صدر من الضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الامنية لحج هذا العام الف واربعمائة واثنين واربعين للهجرة وذلك في ظل ما يشهده العالم اجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له ثم اطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحو الرسالة الخطية التي تلقاها رعاه الله من اخيه جلالة السلطان هيثم ابن طارق ابن تيمور سلطان عمان والاتصال الهاتفية مع فخامة الرئيس صادير جبروف رئيس الجمهورية القرقزية وما اجتمل عليه من تاكيد للعلاقات الثنائية ودعمها وتعزيزها على الاصعدة كافة اوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الانباء السعودية ان المجلس استعرض مجمل المباحثات والمشاورات التي اجرتها المملكة خلال الايام الماضية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتوطيد علاقاتها الثنائية ودعم الجهود الدولية والاقليمية لارساء دعائم الامن والاستقرار والسعي حثيثا في حل النزاعات ومعالجة الازمات ما يعكس طلاعها بدورها الرائد في العالمين العربي والاسلامي والقيادي والتنموي في المنطقة وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق اعلن السلام في افغانستان الذي وقعه كبار العلماء من جمهوريتي باكستان وافغانستان في مكة المكرمة بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية ومن شأنه تمهيد طريق لحل الازمة الافغانية التي طال امدها من خلال المفاوضات بين الفئات المتقاتلة ونبذي كل اعمال العنف والتطرف بمختلف اشكالها وصورها هذا واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول اعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من انتهى اليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والامنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس وقد انتهى مجلس الوزراء الى ما يلي اولا التباحث مع الجانب الشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون ثانيا الموافقة على مذكر التفاهم للتعاون في مجال الاذاعي والتلفزيوني بين هيئة الاذاعة والتلفزيون وشبكة الاعلام العراقي بجمهورية العراق ثالثا التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكر التفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر رابعا الموافقة على انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها بعضوية مستقلة خامسا الموافقة على انشاء اكاديمية باسم اكاديمية مهد الرياضية تعنا بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها وتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية سادسا تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق باستثمار الاراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والاراضي التي اصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ صدور القرار الاحكام الواردة في لائحة تصرف بالعقارات البلدية سابعا دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثامنا اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد وجامعة الباحة تاسعا الموافقة على ترقية المهندس سعود بن هريسان بن مصلح العنزي الى وظيفة وكيل الامين لشؤون البلديات بالمرتبة الخامسة عشر في امانة منطقة المدينة المنورة هذا وقد اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات اكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية والمعاشات التقاعدية او توريد الاشتراكات ولا على سير العمليات او المعاملات اذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبالاجراءات ذاتها المتبعة سابقا كما اشرتا الى ان عملية الدمج هي عملية ادارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير اعلى مستويات الخدمة والكفاءة وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الاجراءات شارك صاحب السمول امير فيصل ابن فرحان ابن عبدالله وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري الاول لوزراء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة وبحث الاجتماع الوزاري تعزيز العمل العربي المشترك والتشاورة والتنسيق حول تطورات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وناقشوا سبل دعم المبادرات العربية لارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اكد وزير التجارة وزير الاعلام المكلف رئيس الدورة الخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب الدكتور ماجد القصبي اكد ان اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب يأتي استمرارا للجهود الرامية لتطوير العمل الاعلامي العربي المشترك بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها عالمنا العربي في مختلف الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية يأتي اجتماعنا اليوم استمرارا لجهود الرامية لتطوير العمل الاعلامي العربي المشترك بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها عالمنا العربي في مختلف الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية نظرا لمركزيتها بالنسبة الامة العربية ولا يغفى عليكم التطورات الخطيرة في الملف الفلسطيني التي نتجت عن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية التي أثارت مشاعر المسلمين حول العالم في منطقة باب العمود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح وهو ما يحتم علينا كمسؤولين عن الإعلام العربي أن نعمل على تبني رؤية مشتركة لزيادة وعي المجتمع الدولي بضرورة العمل على إحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي كشفت وزارة الحج والعمرة تسجيل 450 ألف مواطن ومقيم خلال 24 ساعة في البوابة الإلكترونية لتسجيل الحجاج لموسم هذا العام أوضحت الوزارة أن نسبة تسجيل الذكور وصلت إلى 60% فيما سجلت الإناث 40% من إجمال التسجيل من جهة ثانية أنهت وزارة الحج والعمرة المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لحج هذا العام قالت الوزارة إنها مستمرة في عمليات التخصيص حتى نهاية هذا الأسبوع استعدادا لمرحلة التجهيز وفق الاشتراطات الصحية والمعايير التي تحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن جددت وزارة الصحة دعوتها للجميع بالمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحة وتلقي لقاح فيروس كورونا المضاد للوصول إلى المناعة المجتمعية هذا وقد وصل عديد جرعات اللقاح المضاد لكورونا المعطى في المملكة حتى الآن إلى أكثر من ستة عشر مليون جرعة عبر أكثر من ستة مائة مركز في مناطق المملكة كافة أكدت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة وفاعلة وضرورية للحماية من هذا الفيروس المستبد وفي آخر إحصائيات الوزارة لفيروس كورونا في المملكة أعلنت الوزارة تسجيل ألف ومائتين وتسع وستين إصابة جديدة بالفيروس وألف واربع عشرة حالة متعافية فيما سجلت ستة عشرة حالة وفاة جديدة رحمهم الله تمكنت الجهات الأمنية في منطقتين الشرقية وتبوك وبالتنسيق مع اللجان التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ضبط خمسة وعشرين شخصا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج أعلنت الجهات الأمنية عن اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهات المختصة تشارك ست جهات حكومية في رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها وتعمل الجهات الحكومية على تقديم العديد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة المستهدفة في برنامج التوطين وكذلك دعمها للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم وتأهيل وتمكن المواطنين والمواطنات في فرص العمل في هذا القطاع حددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تاريخ الأول من يوليو من هذا العام 2021 موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل وكذلك المباني القائمة في حالة ترميم يهدف هذا الكود السعودي إلى تحقيق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية وكذلك ترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بل المرتبطة بهذه المباني رصدت الهيئة العامة للنقل تسعة ألاف وثلاثمائة وتسع وثلاثين مخالفة لأنظمة وضوابط أنشطة النقل البري خلال شهر مايو الماضي في مختلف أنحاء المملكة أوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبة نقل بضائع بدون بطاقة تشغيل وتشغيل سيارة الأجرى بدون بطاقة تشغيل وتأجير السيارات أو إضافة شروط غير نظامية وممارسة نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص وإلى الخبر الرياضي الأهم في المملكة حيث تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى التصفيات النهائية المؤهلة له إلى منديال كأس العالم الفين واثنين وعشرين لكرة القدم وكذلك نهايات كأس آسيا الفين وثلاثة وعشرين وذلك بعد فوزه على منتخب أوز باكستان بثلاثة أهداف دون مقابل في الرياض وقد رفع منتخب المملكة رصيده بعد هذا الفوز إلى عشرين نقطة تصدر خلالها المجموعة الرابعة دون خسارة تانية للمنتخب السعودي لحصوله على هذه النتيجة ولكم أنتم التحية وإليكم الآن هم ما جاء في هذه النشرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يوافق على دمج مؤسسة التقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ست جهات حكومية ترفع نسبة توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة وتحديد الأول من يوليو القادم موعداً لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية دائماً ابقوا في سلام وأمان وعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة